سيكون الانتصار ننتظر صافرة الحكم مصفد ريسي هو قاتل مبارا اليوم هو الذي يحكم المبارا رهان اليوم على ارضية ملعب مصراته من سيقترس التلات نقاط من سيحضب الفوز هنا في المواجه التي تجمع الفريقين على ارضية ملعب مصراته الدولي كورة وسط الميتان أنس كحول يبعت عن التزديد والكورة والتزديدات الخطيرة ساروخية من أنس كحول يسدد كورة لا تصد ولا ترد لكن هناك من يصد هناك المشر عبد الرحمن بين هنا وهناك لم تستقر لا في السوحلة ولا في الشط وهذه فرصة خطيرة هناك رايا هذه فرصة خطيرة هذه الكورة من عبد السلام حركة باتجاه بورالي لكن يقطع الكورة حكم اللقاء برايا والسافرة في الريج وهذه انتلاق من عبد الواب الطويل ينترق عبد الواب يمشي ما زال يزيد في السوق من أحد لعبه فريق الشط وهذه الكورة وبكل تأكيد هناك رايا الشكري عبد الله من هناك رايا على مهاجم فريق الشط في اللقاء الماضية كراوع طويلة من كراوع باتجاه الموكسي هاشرف ترجع للتريكي واحدة واثنين عن طريق المنقوش يمشي المنقوش لعجل لعجل لفرج كوبا يوصل للكورة فرج والعرضية خطيرة ممكن التزديد والكورة والجول الكورة هي الحطة عن طريق المنقوش واحد سفر لفريق السوحلي المنقوش يبدأها طب من أحد المدافعين أبو بكر الحشاني حول الكورة لفرج كوبا فرج كوبا بالمقاس وبالمقاس المنقوش يستلم يسدد يسوب الكورة على يمينك على يمينك يمشري صارت واحد لسوحلي واحد سفر لفريق السوحلي بتزديدها ساروخية من محمد المنقوش محمد المنقوش يعرف مرمشت جيدا سجل فيهم في الموسم الماضي والنقلات ما زالت حمراء يمشي كوبا فرج حطها لمسات كثير من ريعة كورة خدهات ولكن الدفاع يدخل بورالي حولها وسط الميدان ترجع خطيرة ما زالت ما زالت وناكن يعلنها بوفا بخطأ لصالح عبد الرحيم التريكي من هجمة لصالح الكناري هي العرضية ممكن الكورة هنا الرسية خطيرة ممكن الرسية ولكن ولكن عند حارة سلمار مع اليسنين أحد مدافعي فريق السوحلي مرت من الجميع وصلت لرأس لرأس أحمد الحداد بين أقدام موسى أبو بكر ترجع من هناك أشرف الموكسي وحاول من أمام الحشاني الموكسي يخسر الكورة ترجع للتريكي والتريكي والكورة خارج رضية الميدان هدف للسوحلي لا شيء الشط ومازنة في مجرئات هذا الشوط الأول هذه كورة الأنس هذه كورة كحول تزديد الصاروخية فريق السوحلي خلفا لي الكابتن عبد الحبيد الربان هذه الكورة الأخيرة والأجمل الأخيرة المرتدة عن طريق المنقوش يمشي المنقوش يحاول المنقوش العرضية لفراش الليق ممكن التزديد أو التمرير خطيرة لكوبا ولكن الدفاع خطيرة لكوبا ولكن الدفاع أيضا يريد أسوحلي على أرضية ملعب مصراتة بعد التعادل في دير بيتوباكت سمام الانتحاد المصراتي والخسارة أمام المحلة على أرضية ملعب مصراتة يريد اليوم الفوز الثاني تواليا والأول على أرضية ملعب مصراتة هجف محمد المنقوش في بداية الشوط الأول هل سيستمر إلى نهاية المباراة أم سنرى داف من كتيبة الكابتن خالد نصرات أم الكابتن كمال الزعيم في أول اختبار لخلفا للمدلب عبد الحفيد الرميش في قيادة دفة الكتيبة الحمراء لفريق السوحلي نمر سريعا مشاهدين كرام لتشكيلتي الفريقين أولا بقائمة طيوف فهذه أجمة خطيرة وكورة خطيرة فرصة خطيرة والتاني والكورة والتاني جول 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 لأعجال حط التاني الكورة والتاني في بداية انطلاقة الشوط التاني لأعجال يدعى الكورة في المرمى واحدة والتين انطلاقة سريعة مثلما ما سجل المنقوش في بداية الشوط الأول لأعجال يدعى الكورة ويدعى التاني ويؤكد انتصار قريب سيكون لفريق السويحلي في هذا اللقاء الأعجل والتاني والكورة من الأعجل صار يبحث عن تقليص الفارق هذه الكورة وهذه العرضية هذه التزديدة في المرمان المشري هدفين السويحلي لا شيء شط فيه مجريات هذا اللقاء فراس بسهولة فراس ينترك شليق العرضية والكورة والتالت لا مرت على المنقود كورة شليق خطيرة الكورة خطف الميدان للرمية الجانبية ترجع لصالح لاعبي فريق الشط هناك حوار وصراع بين أنس كحول وعبد العزيز بالريش بالريش الكورة تصل لعبد السلام حركة عبد السلام أمام الأعجل يلف ويدور يبحث عن تغرى وتمريره والتزديدة والكورة تسدي من علي جنينة التزديدة المباغة يلف ويدور كما شاءت تسدد حركة عبد السلام لكن هناك حارة تسمع علي جنينة هي التسديدة لكورة عبد السلام حركة بالخبرة علي جنينة بالخبرة يتصدى وبالبراءة وبالتألق يحول كورة تقليص الفارق للشطة والكورة في الركنية أين الرأسية والكورة ما زالت خطيرة والدفاع ما زال على خط المرمى هذا أشار حكم اللقاء هذه تسديدة عبد السلام حركة صاروخية يسدد الكورة لكن عني جنينة يبعد الكورة خارج أرضية الميدان وهذه الكورة وهذا الهدف الأول من محمد المنقوش بتمريره من فرش كوبا يستقبل الكورة المنقوش ليضحها في مرمى الحارس المشري وهذه كورة الثاني اللي في بداية الشوط الثاني العرضية من فراس شليق لعابراهيم الأعجيل هدف في الشوط الأول وهدف في الشوط الثاني ويبحثون عن زيادة الغلة والكورة والحارس وخطيرة الكورة ظننتوا أن شنينة الكورة كانت بين أحضان لكن مرت من شنينة يبعدها بالرقابل وهذه أجمع عن طريق عبدالله بن خليل التمريره ممكن التالت ممكن التالت التزديدة ولكن الكورة الكورة تستضم بالمرمى وتستضم بالعارضة هكذا قر الحكم مصفد رسالي ترجمة نانسي قنقر